السلام عليكم طلابي وطالباتي في صف الثالث المتوسط على بركة الله اليوم نبدأ بشرح أول مواضيع الإملاء ألا وهو همزة الوصل أطلب منكم التركيز فقط أولا همزة الوصل نبدأ بالتعرف عليها من التعريف لاحظوا إيايا وهي همزة ينطق بها في بدء الكلام ولا ينطق بها في وصله أعيد أحفظ معي التعريف وهي همزة ينطق بها في بدء الكلام ولا ينطق بها في وصله طلاب هذا التعريف مطلوب من عندكم حفظ لأنه وزاري السنة السابقة 2019 كان وزاري هذا التعريف مطلوب وهي همزة ينطق بها في بدء الكلام ولا ينطق بها في وصله أي همزة؟ همزة الوصل نبدأ أولا نتعرف على رسم هذه الهمزة شون ترسم هذه الهمزة؟ هذه الهمزة ترسم بهذا الشكل لاحظوا ياeye هذه الهمزة ترسم بهذا الشكل يعني مجرد ألف ما عليهمزة فقط ألف بهذا الشكل هذه همزة الوصل تكتب بهذا الشكل نأتي وين مواضع هذه الهمزة؟ يعني وين تجي هذه الهمزة؟ مواضع الهمزة لاحظوا إياه مواضع الهمزة يعني وين تجي هذه الهمزة؟ تأتي الهمزة بثلاثة مواضع وهي الأفعال وتأتي بالأسماء وتأتي بالحروف لاحظوا إياه عندك ثلاث مواضع تجي بيها الهمزة أول موضع تجي بيها الهمزة هي الأفعال ثاني موضع الأسماء ثالث موضع الحروف طيب تتعرف على أول موضع وين تجي بالهمزة؟ بأي فعل من الأفعال تجي همزة الوصل هاي المطلوب من عندك حتحفظها الفعل الأول اللي تأتي بيه همزة الوصل هو فعل الأمر الثلاثي لاحظوا إياه فعل الأمر الثلاثي مثلاً عندما نقول اكتب اجلس لحظ هذا فعل أمر وثلاثي هسا أحد الطلاب يقول لي ست هذا متكون من أربعة أحرف لا أنت رجع إلى ماضية إلى أصلة اكتب شنو أصلة؟ كتبه إذن هو فعل ثلاثي اجلس ما هو أصله؟ ما هو أصله؟ جلسه أوكي؟ إذن وين موجودة همزة الوصل؟ موجودة بفعل الأمر الثلاثي فعل الأمر الثلاثي اكتب أصل كتب ثلاثي اجلس أصله جلسه ثلاثي إذن موجودة همزة الوصل بهذا الفعل الأمر هذا أول نوع من الأفعال تأتي به همزة الوصل النوع الثاني من الأفعال اللي تأتي به همزة الوصل هو ماضي الفعل الخماسي ألاحظوا إياه وأمره ومصدره لاحظ تأتي مع ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره نأخذ فعل ماضي خماسي مبدوء بالهمزة مثل اتخذ لاحظوا إياه اتخذ هو فعل ماضي مبني على الفتح وخماسي نحسب حروفه الهمزة حرف التاء الشدة ثلاثة أحرف الخاء أربعة والذال خمسة إذن هو ماضي فعل خماسي وأمره الأمر من اتخذه اتخذ هذا هو الأمر منه لاحظوا لاحظ الفرق بالعلامة الماضي يكون مبني على الفتح الأمر يكون مبني على السكون هذا الأمر وهذا الماضي شو نتفرق؟ الماضي يكون مبني على الفتح الأمر يكون مبني على السكون ومصدر الفعل اتخذه هو اتخاذ المصادر اللي أخذتوها في بداية المنهج إذن همزة الوصل موجودة بالفعل الخماسي الماضي والأمر لهذا الفعل ومصدر هذا الفعل ثالث نوع من الأفعال اللي تتواجد به همزة الوصل هو ماضي الفعل السداسي لاحظوا يا أيا ماضي الفعل السداسي نفس الحالة وأمره ومصدره لاحظوا يا أيا نأخذ فعل سداسي مبدوء بالهمزة مثل الفعل استعان لاحظ استعان هو فعل ماضي سداسي نحسب حروفه 1 2 3 4 5 6 إذن هو فعل ماضي سداسي مبدوء بالهمزة أمر هذا الفعل هو استعن لاحظ استعن هو أمر الفعل السداسي هذا الأمر المصدر هو استعانه هذا هو مصدر الفعل السداسي فالفعل السداسي بالماضي بهمزة وصل وأمر الفعل السداسي بهمزة وصل ومصدر الفعل السداسي بهمزة وصل صارت عندك ثلاث أفعال تأتي بها همزة الوصل أول فعل هو فعل الأمر الثلاثي هذا أول فعل الفعل الثاني هو ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره ثالثا هو ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره المطلوب من عندك تحفظ هذه الأفعال الثلاثة اللي تأتي بيها همزة الوصل ننتقل إلى الأسماء لاحظوا إياها بأي اسم تأتي همزة الوصل بأي اسم تأتي همزة الوصل أنت عندك تسع أسماء تأتي بيها همزة الوصل المطلوب من عندك تحفظ هذه الأسماء التسعة حتى تضبطها لاحظوا فقط بهذه الأسماء التسعة تأتي بيها همزة الوصل ما هي هذه الأسماء؟ اللي هي ابن ابنة اسم امرأ امرأة اثنان اثنتان ايم الله ايمن الله لاحظوا إياها هذه الأسماء التسعة المطلوب من عندك تحفظها لأن فقط بهذه الأسماء التسعة تأتي همزة الوصل فقط بهذه الأسماء التسعة تأتي همزة الوصل المطلوب من عندك تحفظ هذه الأسماء ابن وابنة واسم وامرأ وامرأة واثنان واثنتان وايم الله وايمن الله هذه الأسماء التسعة فقط اللي تأتي بيها همزة الوصل ننتقل إلى الحروف لاحظوا إياها همزة الوصل تتوفر فقط بحرف واحد اللي هو التعريف همزة الوصل موجودة بأل التعريف مثلا وطن عندما ندخل عليه أل التعريف يصبح الوطن لاحظ من تشوف هيكي كلمة داخلة عليها أل التعريف هاي همزة وصل من تشوف هيكي كلمة داخلة عليها أل التعريف هاي همزة وصل مثل إنسان الإنسان وهكذا اوكي إذن همزة الوصل موجودة بالحروف اللي هو فقط اللي تتعريف بس بحرف اللي تتعريف هاي مواضع همزة الوصل الثلاثة أفعال أسماء وحروف الأفعال عندك ثلاث أفعال المطلوب من عندك تحفظها الأسماء عندك تسع أسماء تجي بها همزة الوصل مطلوب من عندك تحفظها الحروف تجي همزة الوصل بحرف واحد فقط اللي هو الفamaan التعريف فقط بهذا الحرف تجي همزة الوصل شباب و بنات همزة الوصل مهمة جدا أطلب من عدكم تحفظون تعريفها لأنه وزاري وتحفظون مواضع مجيء الهمزة ننتقل بعد ذلك إلى صيغة السؤال في الامتحان الوزاري يعني شلون يجيك صيغة السؤال بالامتحان الوزاري ماذا يطلب من عندك بالامتحان الوزاري لاحظ ويايا ناخذ مثال على ذلك التمرين الاول بالكتاب جدا مهم التمرين الاول عندك بالكتاب جدا مهم ووزاري التمرين الاول بالكتاب عندك مهم جدا ووزاري التمرين موجود بصفحة 66 لاحظوا إياه كل الآيات القرآنية الموجودة بالكتاب هي مهمة جدا في الامتحان الوزاري يعني عدكم الآية الكريمة الأولى قال تعالى فأف عنهم واستغفر لهم لاحظ قال تعالى فأف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر لاحظوا إياه الآية الكريمة الأولى من التمرين الأول مهمة جدا بالامتحان الوزاري شو يطلب من عندك؟ يطلب من عندك بيّن نوع الكلمات المبدوئة بهمزة وصل من يطلب من عندك بالسؤال؟ بيّن نوع الكلمات المبدوئة بهمزة وصل يعني يقول لك هاي الكلمة هل هي فعل؟ هل هي اسم؟ هل هي حرف؟ هذا اللي يقصد به لاحظوا يا يخل نستخرج همزة الوصل من الآية الكريمة فأف عنهم لاحظ هذه الفا ما لك علاقة بها الكلمة هي أعف أعف هذا فعل أمر ثلاثي أعف لاحظ واحد اثنين ثلاثة هذه الهمزة عندك هذه الفا رابطة ما لك علاقة بها فأف أعف عنهم هذه وين الهمزة موجودة أعف؟ أعف فعل إذا فعل أمر ثلاثي موجودة بيه همزة الوصل نكمل واستغفر لاحظ هذه همزة وصل إحنا شون نعرفها بالامتحان؟ تبدي بيها الكلمة ويكون رسمها بهذا الشكل استغفر لاحظ شون تعرفها استغفر هو فعل وفعل أمر زيانا خلينا نحسب حروفة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن نقول فعل أمر سداسي وشاورهم في الأمر لاحظ الأمر أمر دخل عليها التعريف إذن موجودة في الحرف في الحرف اللي هو التعريف التمريد الأول جدا مهم نأخذ النقطة الثانية من التمريم قال تعالى قاله تعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لاحظ بيها اهدنا اهدنا الصراط المستقيم إذن نجعل اهدنا ده يأمرنا اهدنا أمر هنا نفعل أمر عوف ضميرنا احسب كم حرف واحد اثنين ثلاثة إذن هذا فعل أمر ثلاثة الصراط المستقيم صراط اسم دخل عليها أل التعريف خلي في بالك أنه أل التعريف يدخل على الاسم إذن الصراط هناك في الحرف اللي هو أل التعريف إجدتي همزة الوصل هناك أين همزة الوصل؟ نفس الحالة في الحرف اللي هو اللي التعريف إذن عرفت شون نستخرج همزة الوصل؟ ترسم بهذا الشكل كلمة تبدأ بألف مرسومة بهذا الشكل اللي هي همزة الوصل نأخذ آية كريمة أخرى ثالثا قال تعالى قال تعالى ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين لحوية ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين نبدي همزة الوصل هنا موجودة عندك بالثمرات شون عرفناها؟ لأن موجودة بألة التعريف إذن في الحرف التعريف ليش لأنه طالب من عندك نوع الهمزة؟ وان موجودة تقولها بالحرف قال التعريف نكمل جعل فيها زوجين اثنين لاحظ كلمة اثنين مبدوئة بهمزة واثنين هي من الأسماء إذن لأنه اسم في الاسم إجدتي في الاسم أوكي؟ وهكذا إذن تمرين الأول جدا مهم بالامتحان الوزاري أطلب من عندكم تركزون بي نأخذ سؤال آخر أيضا على همزة الوصل وسؤال ذات صيغة وزارية مهمة جدا اللي هو التمرين الثاني عندكم بالكتاب التمرين الثاني مهم ووزاري جدا جدا اللي هو سبب كتابة همزة الوصل في الكلمات الآتية هذا منطوق وزاري مني يقول لك بيّن سبب كتابة الهمزة يعني يقصد بي هل هي ليش مكتوبة بفعل باسم بحرف هذا السبب أوكي؟ نأخذ أسماء لاحظ أو أفعال أو حروف مثلا عندك إحفظ لاحظوا إياه استحسان العلم استغفر انطلق أيمن الله اثنتان لاحظ ينطيق كلمات بالامتحان الوزاري ويقول لك ما سبب كتابة الهمزة مني يقول لك ما سبب كتابة الهمزة يعني يقصد بيها مكتوبة بفعل لوب اسم لوب حرف هذا هو سبب الكتابة يعني احفظ هنانا احفظ هو من حفظة إذن فعل ثلاثي وإحفظ هو فعل أمر إذن نقول فعل أمر ثلاثي هذا هو السبب استحسان هو مصدر للفعل السداسي لأن مصدر الفعل استحسن إذن مصدر فعل السداسي العلم موجودة بأل التعريف إذن التعريف لمجيئها في أل التعريف استغفر لاحظ ماضي الفعل السداسي لأن تحسب حروفة واح ثلاثة أربعة خمسة ستة وهو فعل ماضي مبني على الفتح إذن نقول ماضي الفعل السداسي انطلق هذا فعل أمر فعل أمر وهو خماسي واح اثنين ثلاثة أربعة خمسة خماسي فعل أمر خماسي إذن السبب يعني نوع يقصد به أيمن الله هو أحد الأسماء التسعة اللي أخذناها ما تجي بيها همزة الوصل إذن اسم هذا السبب لأنه اسم اثنتان أيضا اسم جاءت في الاسم أوكي فمن يطلب من عندك سبب كتابة الهمزة يعني تقول لي اجدتي في الفعل أو جاءت في التعريف الحرف أو جاءت في الاسم هذا هو سبب كتابة الهمزة ننتقل إلى سؤال وسؤال وزاري ومهم جدا وأرجو التركيز عليه شباب وبنات انتبهي اللي هو التمرين الثالث عدتكم بالكتاب جدا مهم ووزاري التمرين الثالث بالكتاب وزاري التمرين الثالث في الكتاب وزاري أرجو التركيز عليه انتبهوا إيايا عدنا آيتين كريمة قال تعالى قال تعالى إنه من سليمان وإنه باسم من الله الرحمن الرحيم لاحظوا إيايا هذه الآية آية أخرى سبح اسم ربك الأعلى لاحظوا إيايا يوجه لك سؤال في الامتحان سبب حذف همزة الوصل باسم الموجودة في الآية الأولى وعدم حذفها من الآية الثانية وانتبه عليها ليش كلمة اسم بالآية الكريمة الأولى إن حذفت الهمزة من عدها يعني ما قال باسم باسم الله الرحمن لاحظ أما في الآية الثانية كلمة اسم موجودة بها الهمزة فيها لماذا؟ ما هو السبب؟ إذن يقول لك بيّن سبب حذف الهمزة من كلمة اسم في الآية الأولى لاحظ بالآية الأولى ليش نحذفة الهمزة من كلمة اسم؟ السبب لأنها تسبيحة كاملة لاحظوا إيايا بسملة هناك أنت عندك كاملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم بسملة هذه كاملة عندك فإذا البسملة كاملة عندك في الآية كلمة اسم تنحذف همزة الوصل منها إذا ليش تنحذف همزة الوصل من كلمة اسم بالآية الكريمة الأولى؟ لأن البسملة كاملة لاحظ من نسمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم فمدام البسملة كاملة انحذفة همزة الوصل من كلمة اسم بالآية الكريمة الثانية ما هو عدم حذفها سبب عدم حذفها من الآية الثانية؟ بيّن سبب عدم حذفها في الآية الثانية ليش من حذفت بالآية الثانية؟ بالآية الثانية لأن هي مو بسملة كاملة تسبح اسم ربك الأعلى مداي بسم الكامل ماكو بسملة كاملة متل البسملة الأولى إذن لأنها لم تؤدي بسملة كاملة إذن الجواب لأنها لم ترد في بسملة كاملة هذا الفرق إذن كلمة اسم إذا جعت في بسملة كاملة تحذف همزة الوصل منها أما إذا لم تأتي في بسملة كاملة فتبقى الهمزة فيها شباب أنت هنا من شرح همزة الوصل أرجو التركيز على حفظ المواضع اللي تأتي بها همزة الوصل الثلاثة الأفعال الأسماء الحروف إذا تحفظ المواضع فإنت تقدر تجاوب على سبب كتابة الهمزة فضروري منكم تحفظون مواضع مجيء الهمزة إلى اللقاء أتقيكم بحلقة قادمة إن شاء الله